بموافقة 22 مقابل 10 رافضين، أقر كنسة الاحتلال مشروع قانون يحضر نشاط وكالة أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم اعتراض الولايات المتحدة. سنوات من الهجوم الإسرائيلي الشرس ضد الوكالة التي تمثل الأمل الأخير في إبقاء حق العودة على قيد الحياة، فيما يحاول الاحتلال وأدى هذا الأمل كبقية الأمال والأحلام والحقوق الفلسطينية التي يواصل اغتيالها منذ 76 عاما. أعضاء مجلس الأمن الدولي حذروا مطلع أكتوبر الجاري دولة الاحتلال من المضي قدما في إقرار تشريع يحضر عمل الوكالة. وذلك غدا تتحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطينو جوتيريش. متحدث الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أكد أن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. فيما وجه جوتيريش رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو يحذره خلالها من آثار تمذير التشريع الجديد. الأونروات أسست عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان. وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة وتعد بمثابة العمود الفقري لتوزيع المساعدات الدولية في القطاع الذي يواجه كارثة إنسانية.